قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار حكيمي عن أسلوب لعب إنريكي أنا أحب اللعب الهجومي وسأساعد أسنسيو أجراً نجم المغربي أشرف حكيمي حواراً مع الموقع الرسمي لناديه باريسان جرمان وفيه اعترف بأنه يحب اللعب الهجومي وهو نفس الأسلوب الذي يعتمده المدرب الجديد للفريق الإسباني لويس إنريكي وقال البالغ من العمر 24 سنة إذا كنت مدرباً يحب اللعب الهجومي فإن إحدى خصائص هي أن أكون في الأمام وأهاجم سأحاول التكييف قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن مع الأفكار التي يريد المدرب وضعها ليس أنا فقط بل الفريق بأكملها وأضف نحن الآن في جولة من أجل ذلك لإعداد أنفسنا لاستيعاب أفكار المدرب بسرعة والاستعداد للموسم الذي على وشك البدء علينا فعل هذا في وقت قصير وبخصوص زميله الجديد ماركو أسينسي أقال حكيمي حديث بفرصة اللعب مع ماركو في ريال مدريد إنه زميل وصديق رائع آمل الآن أن نستمتع معاً في باريس وبشأن ما إذا كان سيساعد على التأقلم في الفريق أجاب أشرف قائلاً نعم سأحاول مساعدته قدر الإمكان لأنه لا يتحدث الفرنسية بل الإسبانيا أنا أيضاً عندما وصلت إلى هنا تلقيت المساعدة لذلك سأحاول أن أجعله يشعر بالراحة داخل وخارج الملعب مفاجأة صحفيون سعودي يقرب أمر رابط من مجاورة رياض محرزة كشف وليد سعيد عضو شبكة عكادة السعودية وقنوات الدور وكأس القطرية عن اقتراب سفينا مرابط من اللاعب في الدورة السعودية وبالضبط مع فريق أهل الجدة السعودية وكتب وليد سعيد على حسابها الرسمي بتويتر ما يلي إدارة النادي الأهلي في مفاوضات متقدمة مع النادي الإيطالي في يورنتين بخصوص اللاعب المغربي صفينا مرابطة وبعد حصول النادي على موافقة اللاعب الانتقالي إلى الأهلي وارتبطت أخبار عن قرب انتقال لاعب خط وسط الأسود لفريق مونشستر يونيتد الإنجليزية خلال الميركات الصيفية الجارية يذكر أن أهل جدة السعودية ضم يوم أمس الجمعة النجمة الجزائرية رياض محرز من مونشستر سيتي الإنجليزية لا يصدق تعليق متير لحمد الله عقب أول مباراة له مع النجم العالم كان بنزيمة رد الدولي والمغربي عبد الرزاق حمد الله لعب اتحاد جدة السعود بطريقة خاصة على الأخبار التي تحدثت عن قرب رحيله عن فريقها وذلك عقب الفوز على فريق الترجع الرياضي التونسي ضمن منافسة كأس الملك سلمة للأنديا وانشر المهاجم المغربي تدوينة عبر حسابه على الموقع الاجتماعي أكد من خلالها على استمراره في الدفاع عن قميس فريقه الحالي وكتب حمد الله فوز مهم جدا دعونا نمضي قدما وتغلب فريق اتحاد جدة على الترجع التونسي بناتجة هدفين لوحد مسجلا أول انتصار وكان الترجع التونسي السباق إلى التهديف عبر أسامة بوغيرا في الدقيقة السادسة والعشرين وأدرك عبد الرزاق حمد الله التعاد للاتحاد في الدقيقة الخامسة والثلاثين ثم سجل كان بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين وظهر بشكل واضح الفطور في العلاقة بين كان بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله ولم يفرح بنزيمة مع حمد الله بعد تسجيل الهدف الأول للتعادل الذي جاء من تمررة حسيمة لبنزيمة وتكرر المشهد دات حين سجل كان بنزيمة الهدف الثاني ضد الترجع إذ لم يحتفل حمد الله بالهدف ولم يحيي بنزيمة وحتى المشهد الإعلامي السعودي مدح كثيرا بنزيمة مقابل اعتراف قصير باللعب المغربي فإذا لقيمة بنزيمة الكروية والعالمية ورغبة إداريتها الجد السعودي في التخلص من النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله غير أن مدريب الفريق نونو سانتو يرفض خروج النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من الفريق حيث ينوي الاعتماد عليه بشكل كبير في الموسم القادم رغم التواجد بنزيمة هل رفض الشقيقان ساميو وريان مايي دعوة ريقراكي للعودة للأسود يتجه وليد ريقراكي مدريب منتخب المغرب لاستدعاء وجوه جديدة لخوض مباراة بوركنافاسو في الثاني عشر من شتنبر القادم في لانسر فرنسية ومنتخب ليبيريا في السابع عشر من نفس الشهر في طنجا لحساب الجولة الأخير من التصفية المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 وفي الوقت الذي يسعد في عدد من اللاعبين الذين تقلقوا برفقة المنتخب الأولمبيا المغربية في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت الثلاثة والعشرين سنة لتلبية دعوة المدرب وليد ريقراكي فإن اللاعبين بارزين ما زالوا غاضبين من حال خلفية إقصائهم من المشاركة في مونديا القطر رغم مشاركتهم في جميع مرحل التصفيات مع منتخب أصود الأطلس من أبرزهم يونس بالهند وفيس الفاجر إضافة إلى الشقيقين سامي واريان مي وكشف موقع العربي الجديد أن المدرب وليد ريقراكي يعتزم إعادة بعض اللاعبين لصفوف المنتخب المغربية الذين غابوا عن مباراة رأس الأخضر وجنب إفريقيا في الثاني عشر والسبع عشر من يونيو الماضي لأسباب فنية وصحية واستبعد المصدر نفسه احتمال استدعاء اللاعبين الذين شكلوا دعامة أساسية في تشكيلة المدرب السابق وحيد خلل زاتش وذلك رغبة منه في منح الفرصة للمواهب الشابة كبيل الخنوس وعبد صمد الزازولي وإسماعيل سبهري وبنيام البوشواري وزكري الوهدي وأخرين وتبع المصدر كشفا يبدو أن المدرب الريقراغي لا يفكر في الاعتماد مجددا على الحرص القديم بمن في ذلك الشقيقين سامي وريان ماي المحترفان في فارق فرينك فاروش المجري لأنهما غاضبان من المدرب بعد إبعادهما عن خوض مونديال قطر في 2022 لا سيما أنهما خضى جميع المبارية التصفية المؤهلة إلى المونديال ليتفاجأ بإقصائهما من القائمة النهائية المستدعات لهذا الحدث الكروة المهم ورغم أن مسؤولا في الاتحاد المغربي استبعد نية الشقيقين ماي اعتزال اللعب دوليا فإن كل المؤشرة ترجح فرضية رفضهم ارتداء قميس منتخب أصد الأطلس كردة فعل على قرار المدرب الريقراغي استبعدهما من المونديال وتبع المصدر كشفا يبدو أن المدرب الريقراغي لا يفكر في الاعتماد مجددا على الحرص القديم بمن في ذلك الشقيقين سامي وريان ماي المحترفان في فارق فرينك فاروش المجري لأنهما غاضبا من المدرب بعد إبعادهما عن خوض مونديال قطر 2022 لا سيما أنهما خض جميع المباريات التصفية المؤهلة إلى المونديال ليتفاجأ بإقصائهما من القائمة النهائية المستدعات لهذا الحدث الكروة المهمة ورغم أن مسؤولا في الاتحاد المغربي استبعد نية الشقيقين ماي اعتزال اللعب دوليا فإن كل المؤشرة ترجح فرضية رفضهم ارتداء قميس منتخب أصد الأطلس كردة فعل على قرار المدرب لدري جراغيس بعدهما من المونديال إليكم مشاهدين أهم عنوان أخبار اليوم حكيمي عن أسلوب لعب إنريكي أنا أحب اللعب الهجوم ولسأساعد أسنسيو مفاجأة صحفي سعودي قريب أمر رابط من مجاورة رياض محرز لا يصدق تعليق متير لحمد الله عقب أول مباراة له مع النجم العالمي كريم بنزيمة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش تدير جيميل الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحدك توصل بجديد الأخبار